الله يرزقني ويرزقكم أضعاف مسألتوني عن البانكيك وهذا الصينية وهاي بنات كيف حالكم إن شاء الله تكونوا طيبين أنا فاطمة بارف عاوي اليوم شوفوا هادي اللي دائما تسألوني عنها لما تشوفوني أسوي بانكيك ما شو الله ترى مرة قديمة عندي تلقوها موجودة في التاق وقسر الأواني بس تجنن تجنن من جد تخلي البانكيك كله نفس المقاس وما تطلع أشكال فضائية أبدا بالنسبة للبانكيك اللي أستخدمي ما أستخدم هادي مرة سهل وما تحطيله ولا شي بس كوب موية شايفين كيف مكتوب كوب موية واحد بس أنا أستخدم له هذا الحجم من الموية ولازم تخلطو يا بنات مرة من قلبكم عشان ما يبقى فيه كده زي الكتل من جوا شايفين كيف مرة خلاص صار سائل قبل ما تحطيه تحط شوية زيت على نفس الطاوة وخلاص وتستخدمي معاك كمان الملعق السيليكون هيكون مرة سهل معاكي حتى لما تجي تقلبيه ما يتقطع ولا يتبهدل زي هادي شايفين وتقلبيه البانكيك بعد ما تحس إنه فيها فقاقيع كده صارت ييه وزي كده وده البانكيك بالنسبة لطعمه يجي كنه كيك فانيلا نفس طعم الكيك الفانيلا من نفس الشركة وكل مرة عاد أسويه بطريقة مرة أسويه سادة ومرة مع موز وعسل ومرة مع فرولة ومرة مع تشوكلت ما شاء الله تبارك الله أولادي يعشقوه يعني إذا أولادك حبوا البانكيك صراحة مرة أنصحك فيه سهل وما يعدم الدنيا ويتسوف خمس دقائق بس الضبط خمس دقائق وبس والله حط لسعود كده العسل وخلصنا ما في أنضف من كده وبس والله يا بنات تتمنى أن يكون جاوبت على كل الأسئلة وإذا عندكم سؤال ما جاوبت عليه اكتبوه تحت الفيديو بواي